اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا وبشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي أكلة أمي النهاردة خلها السمك ولكن السمك مع المغاز النهاردة باللف حول العالم معروف عندنا البلتي خير مزارعنا بنصدره للدنيا كلها والبوري بس خلونا نعمل طعم مختلف برضو من البلتي معنا ومعنا جنباري ومعنا السمك في ليه النهاردة هروح على بورس عيد خلانا نبدأ طبعا بأبطال بورس عيد وبلد الرجالة ومصنع الرجالة لأبطال هنجمن عندهم كفتة الرز أو كفتة الجنباري بالرز على طريقي ولكن طبعا هم أشهر مني وأحسن مني في عمالها البورس عادية هعملها النهاردة ونشوف ازاي للمبتدئين في المطبخ حابين ياكلوا جنباري كفتة مع الرز تتحمر ازاي وتتقيل ازاي وتبقى مرمشة ومتسبش من بعضها في قلب الزيت حلو الكلام حلو الكلام معنا بولت اخواننا في الشام في لبنان والسوريين مش بيحبوا السمك قوي مش مبدعين فيه ومبدعين في حاجات كتير قوي للأمانة يعني وحنش هدلهم بكده بس في الأسماك شوية مش زينا احنا المصريين شطار قوي فالبولتي عايزينه محبوه فهنعمله بالبرغل حاجة كده سكة الكوبيبة سكة البرغل بتفين البرغل بيخش في أكلات كتير عنده والبرغل طبعا أساس المطبخ الشامي فهعمل النهاردة صنية البولتي بالبرغل هنشوف التركاية والخبرة الطهوية نقدمه ازاي معنا كمان سمك فيليه الشربيات هنروح على إيطاليا ناخد القهوة التمام وناخد المية الساعة ونعمل أحلى كان النولي بالسمك الفليه يبقى احنا كده روحنا على البورس عادية وروحنا على الشام ولبنان اتمشينا وجينا على إيطاليا ختمناها بفيتجال قهوة مع سمك فيليه هنعمله كان النولي لطيف وجميل بالويت سوس أو بالريد سوس حسب الرغبة معنا بقى المفاجأة النهاردة اسموزي الاسموزي النهاردة اسموزي الخيار بالنعناع الخيار بتشرب عصير يشيف نجرب ونشوف يعني نجيب خيار بلدي نحطه في الخلاط مع تلك نعناع سكر ونشرب عصير هتدعيلي يساعد على هضم يعالج مشاكل الكولون مفيد جدا مع أكلة سمك النهاردة من كل دول العالم يلا بنا رايحنا على إيطاليا روما هنعمل النهاردة مع بعض كانينولي هنعمله ازاي عم الشيف مع سمك فيليه الشربيات عجلة كانينولي عملناها وجهزة مقديرها على الشاشة بعد إذن حضراتكم كبايتين من الديف الخلاط معهم كباية حليب معهم بيضة معهم قليل من الماء بشرة ليمون زرة ملح صغيرة ونضربهم في قلب الخلاط يطلع معانا عجينة لطيفة لها قوام زي اللبن الرايب أو الكريمة هناخد الكانينولي ده نخليه على جنب المدة عشر دقائق بعد من كده بنجيب تاسة اتنين تلاتة اربعة معاندي كيش هاتي من الجنان واحدة وتعملي عشر اخمستاشر واحدة مع بعض اللي هي عجلة الكانينولي اهي ومعانا سمك فيليه الشربيات ومعانا شوية جنباري حلوين مش عارفوا ما معانا بيعمله النهاردة بس هنعملهم لعمير ومعانا طبعا معانا من الحشو بتاعنا كمان فيليه مع روزماري ونعنع تعالوا شوف هنعمله مع بعض ازاي شايفين السمك ده سمك فيليه الشربيات بتعمل فيها عم الشيف بياخد الصدمة النارية بالشكل ده كده وبعد كده هنحشيه في الكنينولي هنشوف نحشيه مع بعض ازاي معانا كانينولي جاهز معانا عصير طماطم وطماطم السبكة عن نار شايفين السمك الفليه طب ايه اللي انت حطيته ده يا شيف البخرج بياسك حالو تومة كرافس زيت زيتون وكسبرة والطعم ده كده مع شوية زعتر حلوين مع شوية بهارات حلوين يا عم الشيف الكوفتة في قلبي الزيت بتتكلم بور سعيدي اه بابريكا كمون سنة كركم دي كلها توابل على السمك عشان هنحشيه للك كانينولي دلوقت واحنا مع بعض وانا سبته للاخر عشان ايه بقى نعمله على الرواء ومعي عصير سموزي لأول مرة سموزي الخيار بين عناع والتلج حاجة هتعجبكم وعلى فكرة بتساعد على الهض اه يشوف السمك ده اخباره ايه الله الله اه هو بيستوي كده تعملي بقى بتعطاعي الواحدة على اتنين اه بس نستنى عليه شوية اه فعل بالنر كده وهو مغزيه بحاجة حلوة قوي فاكرين ولا نسينا خلينا افكركم كان في حل على النار فا بوكي جرني خدت روس السمك حطيتهم هنا اه اه وشقشاء مية كمان هنا على سوس الطماطم اه منكم وإليكم اه زي الفن سوس الطماطم جاهز واخد زعتر واخد تومة واخد بصلة زي الفن وانسيب الفلاه على النار كده انا الكنول اللي مش ياخد مني ديئتين يعني بس انا عايز ايه اوضح المعلومة دي بس انا دا عايزة عصرة لمون كده واحنا بناكل نفصل لمون كده على كل واحدة واحنا بناكل نزوم الشيء يعني زي ما يقول اه تعالوا مع بعض سريعا كده نعمل حباية واتنين من الكنولي بتاعنا الحلو ادي العجينة معنا والسمك جاهز على النار وتعالوا نشوف هنشتغل ازاي فيه مع بعض اه حلوة اه زي الفل كسرولة زي دي كده جميلة حلوة اه بنحط فيها شوي السوس طماطر من المعتل لعنار اللي خاد من الشربة بتاعتنا اه حلوة قوي وجاهزة هنا كده وتعالوا نحشي واحدة واثنين وتلاتة واربعة بعدد افراد الاسرة تقطع الحب على اتنين زي ما انت عايزة تعملي الكنولولو صغير زي ما انت عايزة تعملي حب كبيرة زي اللي معايا دي زي ما انت عايزة واحنا شغالين كده اه اللهم صلى على النب صلى على الحبيب قلبك يطيب هناخد الفليب بتاعنا ده كده شوف تستوى اه ونقطع الواحدة رصين اه بالشكل ده كده اه ونبدأ ان احنا نحشي الكنولي السمك الفليب بتاعنا ده كده مع جبنة موزرلة واختياري عايزة تحط جبنة موزرلة اهلا وسهلا عايزة تحط جبنة شيدر اهلا وسهلا بالشكل ده اه ده حبيتي الكنولي بتاعتنا الله شوية جبنة موزرلة شوفت الجو ده كده بقى طريقة جديدة ايه حال وناخد السمك الفليه اللي احنا جهزينه هنا ده كده الله تسلمي ده كشيف والله حاجة جديدة وعليها كمان شوية جبنة موزرلة واللفها بالشكل ده كده الله مصلى على النبي اللفة دي وتتحط هنا يعني مش شيف كمان واحدة يلا بالزبط كده مع بعض او حاجة انت الكنولي نحط شوية جبنة موزرلة حال وناخد السمك الفليه بتاعنا ده كده الله اه اطحة كده بالشكل ده كده اه بواحدة كمان اه ينفع سمك في ليه بولتي ينفع في ليه قروس ينفع زي ما انت عايز اه كمان واحدة ايه طاق ايه البولة او الكسرولة تاخد واحدة تانية واحدة موزرلة عايزين اعمل غير جبنة من غير جبنة اللي فيها عادي بس ايه الجبنة فكرة في ايه ان دي لما تخش الفرن وتسيح مع بعضيها هتلاقي السمك اختلط بالجبنة الموزرلة مع صوس الطماطم المعتق مع التركاية بتاعة المغاز اللي هيعملها دلوقت ونتفرج عليها بالشكل ده كده نحوط دي كده هنا لسه ما خلصتش اصبر على رزقك يلا صور صور معايا هو ده الكلام اه هعمل ايه عم الشيف باخد شوية صوس طباطم من اللي هنا ايه ويلي ايه ويلي ايه ويلي ايه ويلي قل لك صلى على الحبيب قلبك يتيب ناخد الصوس ده كده زي ما هو كده زي ما هو اه 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 على فيني عم الشيف على هنا اه ضمار الطبق ده اللهم صلى على النبي شوية جبنا حدا وندخلوا الفرد اول الف هنا وشيفة اللي يأكل من الطبق ده درجة حارة الفرد عناية لو الاسموزي بتزعلنيش ان شاء الله ان شاء الله هنلحق بإذن الله هندخلوا الفرد طيب دايح مري بس ياخد وشه اه اه طبق ده طلياني كانينولي بالسمك الفلي على الطريقة المغازية حالو احنا معنا وقت يا شباب زي ما انتم حابين انا معك انا بس معك طيب خلاني نوضح حاجة بس كده للاستاذ المشاهدين عشان بيحبوني وبيهنوني معنا خيار بلدي ومعنا نعناع ومعنا سكر ومعنا تلك جاء على بالي اعمل النهاردة يسموزي الخيار بالنعناع نعمله ازاي مغازية بنجيب الخلط بنقطع الخيار بالقشرة بتاعته ما تقشرهوش انا ضد تقشير الخيار على الشاشة اه بسكر زي اي سموزي بتعمليه كانك بتعملي موز مثلا وبتعملي مثلا كيوي والخيار ينضرب مع النعناع مع السكر مع التلك هتحط مية تحط مية قليلة جدا ليه عم مش شيف غير باية الفواكه لان الخيار غاني بالسوائل فاقليلي كبية المية هنا عشان ما نهربش بتعمل خيار وخيار ده يعني بلدي زي الفل والبلدي يوكل مع تلج وسكر ونعناع في قلب الخلط العصير ده بيطر القلب بيرطة بالمعدة بينزر على الكولون بينزر على الجهاز الهضمي يخليه متدلع مع عكلة حلوة زي كده كفتة بورسة عادية سمك في ليه بولت بالخير مزارعنا او بولت بالخير مزارعنا عملناه مع البرغل التركاية خدنا الروس عملنا منها سوس حلو جميل جدا شارك في الطبقة بتاعي خلونا نطلع الكنولوني من قلب الفرن تازم طبعا ياخد وش تحميلها كده ايه الاخبار ايه الاخبار حال ونعمة والحمد لله هنطلع ده كده اهو بس للامانة علشان اللي بيجدب بيخش النار ده عايز في الفرن يا عبد الشيف للامانة للامانة عايز له كمان خمس دقاي اهو الف هنا وشيف يلا رؤية فان ابداع النهاردة حول العالم مع سمك من خير بلدنا وخير مزارعنا اذا كان البولتي اذا كان الجنبري كل ده مع بعضه عملنا صفرة متنوعة بدأنا من بلاد الرجالة والابطال بورسعيد رحنا على لبنان رحنا على ايطاليا وجبنا الصفرة بتاعتنا الجميلة الحلوة رؤية فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضايا المصرية مع عشيف دم وخفيف مصري منين من ما سبيرو اشتركوا في القناة 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 شكرا